ازايكم يا شباب معاكو دكتور ميناجاد والبيولوجي اللي تانية سنوي النهاردة ان شاء الله بنستكمل الرحلة بتاعتنا في السيركيلاتري سيستم قبل بس بنبدأ بحب افكركم بالوفيشل بيج بتاعتنا على الفيسبوك دكتور دوت ميناجاد والجروب بتاعنا الواتساب جروب ستلاقوا فيه جروبس جديدة بتتفتح تدروا ان انتو تنضموا ليها بالاضافة للقناة الرسمية بتاعتنا على التليجرام لو عجبك الفيديو ما تنساش ان تتعمل لايك للفيديو وشير مع اصدقائك وسبسكرايب للقناة وانفعل زر الجرس عشان الفيديوهات الجديدة يوصلكم اشارات بيها على طول زي ما نقولت النهاردة احنا بنستكمل دي الحلقة التالتة لنا في السيركيلاتري سيستم حلقة سهلة وبسيطة اخترت انه يكونوا اخر موضوعين اللي هما السهلين احنا نجمعهم في حلقة واحدة النهاردة هنبدأ نتكلم عن البلوت كلوت او الجلطة ازاي الجلطة بتحصل وليه الجلطة بتحصل وايه الميكانيزم بتاعتها اولا الجلطة المفروض ان هي بتحصل لما البلوت فيسل بيحصل له كاتينج او بيحصل له تيرينج يعني لو حصل اي قطع او زي تمزق في بلوت فيسل تبدأ تحصل الجلطة طبعا ناس كتيرة بتبقى فاكرة الجلطة دي حاجة وحش لا الجلطة دي مهمة جدا ان هي تتكون طبعا في الظروف اللي احنا بنحتاج فيها الجلطة لان انا لو جيت اتعورت مثلا وما تكونتش جلطة يحصل نزيف مستمر وبالتالي افقد كمية كبيرة من الدم وبالتالي يحصل تشوك ويحصل وفاة بعدها فانا ببقى محتاج ان يحصل جلطة توقف هذا النزيف طيب ايه الفاكتورز ايه العوامل اللي بتؤدي الى الكواجيوليشن او الكلوتنج بتاع البلوت عندي الحقيقة اتنين من العوامل المهمين اول عامل لو الدم اتعرض للهوى يعني لو انا جيت اتعورت والدم نزل وبدأ الدم ده يتعرض للهوى يبدأ يحصل عملية التجلط او حتى لو الدم ماشي في المجرى بتاعه لكن وهو ماشي اتعرض لرف سيرفس اتعرض الى سطح خشن او سطح فيه مشكلة يبدأ انه يحصل تجلط وده بيفصر للناس اللي مثلا بيبقى عندها ترصبات للدهون مثلا على الاوعية الدموية بتاعتهم دول بيكونوا عرضة اكتر انه يحصل لهم تجلط اكتر من الناس العادية فبالتالي الدم المفروض انه هو يمشي على سموذ سيرفس اول لما يلاقي حاجة قدامه رفع او حاجة مش مصبوطة زي مثلا ديسترويد سيلز او تيشوز يبدأ انه يعمل الجلط تمام طيب ايه الميكانيزم بتاعة البلوت كلوتين ازاي الجلطة بتحصل طبعا علشان الجلطة تحصل لازم زي ما احنا قلنا وجود عامل من الاتنين عوامل اللي فوق يعني واحنا قاعدين كده عادي مفيش جلطة بتحصل تمام لازم يكون عامل من عاملين اللي موجودين فوق متوفر اول حاجة ان اول لما بيتوافر عامل اول العاملين دول بيبدأ البلوت بليتلتس تجري ناحية المشكلة تمام وتتجمع عند المشكلة عند المكان اللي حصل فيه ديستركشن عند المكان اللي حصل فيه القطع عند المكان اللي حصل فيه التعويرة تمام وتبدأ البلوت بليتلتس ديت تتجمع وتتحد مع الديسترويد سيلز او تتجمع مع الديسترويد سيلز وتبدأ تكون بروتين اسم البروتين دوت الثرومبوبلاستين يبقى اول اكوشن عندي البلوت بليتلتز زائد ديسترويد سيلز في وجود الكلوتينج فاكتورز تمام تبدأ تحصل او يتكون الثرومبوبلاستين طيب بعد ما تكون الثرومبوبلاستين دوت بيبدأ يشجع على عملية تحويل مادة عندي في الدم اسمها البروثرومبين تتحول الى ثرومبين ايه البروثرومبين دوت؟ البروثرومبين دوت عبارة عن مادة بتفرزها الكبد تمام بمساعدة فيتامين ك البروثرومبين دوت بيبدأ اول لما يلاقي الثرومبوبلاستين ولما يلاقي كالسيوم آيونز ولما يلاقي مجموعة من الفاكتورز التانية اللي بتبقى موجودة في البلازمة بعض المواد اللي موجودة في البلازمة يبدأ يتحول لثرومبين طب ايه ثرومبين دوت؟ الثرومبين دوت عبارة عن اكتف انزاين تمامي؟ بقى انا عندي اول خطوة تاني ان انا جات البلوت بليتليتس جريت ناحية المشكلة مع الديسترويد سيلز كونة ثرومبوبلاستين ثرومبوبلاستين هيبدأ ان هو يشجع البروثرومبين انه يتحول لثرومبين ايه البروثرومبين ده؟ بروثرومبين ده مادة بيفرزها الكبد بمساعدة فيتامين كي موجودة عندي في الدم تمام؟ لازم يتوافر عندي ثلاث شروط عشان بروثرومبين يتحول لثرومب ثرومبوبلاستين ووجود كالسيوم بالاضافة للكلوتينج فاكتورز اللي بتبقى موجودة في البلازما يبقى بنقول المادة او البروثرومبين اللي بيتم افرازه بالكبد ويتفرز بمساعدة فيتامين كي ويبدأ ان هو يدخل الدم عشان كده الناس اللي بيبقى عندها بلود ليكويدتي او سيولة عالية في الدم بنشجعهم انهم ياخدوا حاجات فيها فيتامين كي تبدأ ان هي تساعد الموضوع دوت ان هو يقل عندهم طيب ايه الترومبين بقى؟ الترومبين دوت هو اكتف انزايم هو انزايم ناشط هنشوف بقى الترومبين دوت هيعمل ايه؟ بعد ما تحولنا لترومبين يبدأ يعمل عملية كونفرجن لبروتين موجود في البلازما اسمه الفايبرينجين لو ترجع للحصة بتاعة المرة اللي فاتت لما تكلمنا من ضمن مكونات البلازما كان فيها الفايبرينجين الفايبرينجين دوت عبارة عن بروتين دايب جوه البلازما تمام؟ اول لما يلاقي الترومبين يبدأ يتحول لأسلاك أسلاك مش دايبة أسلاك موجودة حقيقية اسمها الفايبرين دي بتبقى زي عبارة عن أسلاك الأسلاك دي كأنها كده هتقفل للجرح أو هتخيط للجرح تمام؟ الفايبرين بيبدأ زي ما احنا بنقول بيعمل عبارة عن مجموعة من الفايبرز تمام؟ ويبدأ يقفل لي مكان الجرح ويكون لي الجلطة وبالتالي يمنع النزيف إن هو يكمل تعالوا نشوف الفيديو دوت هيوضح كل حاجة دي واحدة هي في المطبخ هتعور نفسها طيب بعد ما عورت نفسها هنبدأ بقى نشوف التعويرة إيه اللي حصل ده بلود فيسل طبعا هو هنا فيه غلطة في الفيديو إنه بيقولك إنه دوت أرتري طبعا مش أرتري يعني احنا مش واحدة عورت صبعها راح تدخل عشرين يعني مش للدرجة تمام؟ ده مثلا ممكن تكون قطعت شوية بلود كابيلرز طيب المهم اللي بيحصل إن أنا عندي البلود بليتليتس المسؤولة عن الموضوع دوة تبدأ تيجي على الدامجد أريا وتبدأ تكون الثرومبو بلاستين تعالوا بقى نشوف هذه البلود بليتليتس أهيه وهي بتكون الثرومبو بلاستين في وجود الثرومبو بلاستين يبدأ والكالسيوم آيونز هتبدأ البرو ثرومبين اللي هو البروتين اللي بيفرزه الكبد يتحول إلى ثرومبين بصوا آي دي برو ثرومبين أهو يتحول إلى آكتف ثرومبين وثرومبين ده بدوره هيحول للفايبرينوجين اللي هو الدايب جوه الدم لفايبرين أهو الفايبرين ده اللي هو مش دايب الفايبرين طبعا هيطلع عادي مع الدم كده عادي بس هيبدأ يقفل لي بقى بصوا هيعمل زي مصفة كده أو هيبدأ إن هو يتجمع مع بعضه كأنه هيخيط الجرح بصوا المنظر بدأ إن هو أفلي الجرح بتاعي لغاية لما الجسم يبدأ بقى يجدد نفسه والخلايا اللي ماتت تبدأ تتجدد القشرة دي هي اللي بتروح وقع لوحديها عشان كده يقول لك ما تقشرش القشرة خليها تقع لوحديها دي القشرة اللي فوق تمام كده أفلنا اهو تمام المشكلة كلها لغاية لما الجرح يبدأ يلقن مع نفسه طيب حد ييجي بقى السؤال طب يقول طب إذا كانت العملية بالسهولة دي ليه الدم ما بيتجلطش من نفسه يعني هو ماشي ليه ما بيتجلطش من نفسه أول حاجة الدم المفروض أنه هو بيمشي بسرعة منتظمة جوة الجسم بدون ما بيبطأ طيب لو حصل وأنه الدم بطأ الإنسان بيبقى عرضه للجلطات هديكم مثال بسيط في بعض الدكاترة مثلا لما تيجي شخص معين يجي يعمل عملية ومحتاج أنه هو يرتاح بعديها مثلا سي لمدة شهرين ثلاثة في السرير يدولوا حقا علشان سيولت الدم ليه علشان الدم أوردي بطيء لأن الدورة الدموية عنده بطيقة الحركة يا شباب بتبدأ أن هي تسرع السيركيليشن جوة الجسم وعش كده بنقول الحركة مهمة جدا نمرة اتنين البلوت بليتلتس المفروض أن هي ماشية بصورة منتظمة وماشية بصورة ثموز جوة البلوت فيسلز من غير ما تتكسر من غير ما تكون الثرومبوبلاستن المفروض أن هي ماشية بصورة منتظمة المفروض الأوعية الدموية بتاعتي كلها نظيفة ما فيش أي ترصبات ما فيش أي ديت سيلز العملية ماشية بصورة منتظمة تالت حاجة وجود مادة الهيبارين ايه الهيبارين دوت؟ الهيبارين ده مادة برضو بيفرزها كبد زي البروثرومبين كده الهيبارين دوت بيمنع تحول البروثرومبين لثرومبين يعني ربنا مديني البروثرومبين موجود شغال لكن معاه الهيبارين عشان البروثرومبين دوت ما يتلككش ويتحول على طول الثرومبين على مال وعلى بطول ففي مادة الهيبارين دي بتتفرز دي بتحاول ان هي بتقلل تحول البروثرومبين الى ثرومبين طيب كده احنا خلصنا الموضوع الاولاني الموضوع التاني هو مرتبط شوية بالكلام اللي احنا قلناه الحصة اللي فاتت ايه هي الفنكشنز اوف بلود ايه هي الوظائف بتاعة الدم طيب وظائف الدم كتيرة من اهمها الترانسبورتيشن انا عندي الاكل اللي انا هضمته وامتصيته ماشي جوه الدم الحاجات اللي انا عايز اخراجها من جسمي الاكسكراتري نايتروشيناس كومباونز ماشية جوه الدم الهرمونات الانزايمز سواء اكتف او اين اكتف كل ده ماشي من خلال الدم في البلازمة بيعمل كمان ترانسبورتيشن للأكسوجن والكاربن دايكسايد من خلال الاربسي الحصة اللي فاتت بقى نرجع لها تاني علشان نفتكر الكلام دوت بيعمل ريجليشن عملية تنظيم هو اللي بيعمل عملية تنظيم الحرق الميتابوليزم عمليات الحرق جوه الجسم اللي بينظمها البلد هو اللي بينظم درجة حرارة الجسم يزبطها عند 37 هو اللي بينظم البيئة الداخلية عمتا بتاعة الجسم يعني كمية المية اللي تبقى موجودة الاوزموتك براشر مثلا او الاوزموتك بوتينشيل اللي يبقى موجود في الدم طبعا اوزموزز ياريت ان احنا نراجعه في الاوتوتروفك نيوتريشن اتكلمنا عنه بالتفصيل الدجري اوف بي اتش درجة البي اتش في التيش احنا قلنا ان هو بيزبط درجة البي اتش عن 7.4 هي دي البي اتش المثالية بتاعة الدم وبتاعة التيش تالت حاجة بيعمل بروتكشن احنا زي ما احنا شفنا برضو الحصة اللي فاتت في الوايت بلوت سيلز ازاي ان هي كانت بتعمل بروتكشن للجسم من المايكروبس والباثوجينيك ارجانيزمز اللي هي الامراض والكائنات الممرضة او الفايروس والبكتيريا والحاجات دي كلها بيحميني منها زي ما احنا شفنا دلوقتي الدم بيحمي نفسه من النزيف يعني بمساعدة البلوت بليتلت بيبقى ليه دور مهم جدا علشان يحمي نفسه من هو يحصل نزيف نبدأ بقى نتكلم عن الموضوع المهم التاني بتاع النهاردة اللي هو البلوت بريشر ضغط الدم مفروض ان البلوت بيمشي بصورة منتظمة جوه الارترز والفينز بس هنيجي بعد كده في المينوت بلوت فيسلز او المينوت بلوت كابيلرز بلوت كابيلرز اللي هي المايكروسكوبك الدقيقة جدا مفروض ان انا عايزة خلي الدم يمشي فيها والدم دوت حاجة لزجة انا عايزة ماشي الدم فيه طيب وهي دقيقة جدا وسغيرة جدا فبالتالي عملية المرور هتبقى مش سهل زي بالزبط كده كأنك جبت واحد تخين وعايز تدخله جوه الباب طب هتعمل ايه علشان تدخله جوه الباب هتزق ده اللي احنا مفروض ان القلب بيبدأ يعمله اللي هو يبدأ يعمل هارت بيت يبدأ يعمل دقة الدقة دي تحمل في داخلها البرشر والفورس علشان تزق الدم تمام طيب هو دوت ضغط الدم هو دي الفكرة بتاعة البلوت بريشر طيب البلوت بريشر بيبقى عالي امتى بيبقى عالي اول لما يحصل كونتراكشن للتو فنتريكل احنا لو نرجع تاني بقى للحصص بتاعة الهارت بالذات الحصة الاولانية ان اثناء الكونتراكشن الدم بيندفع الكونتراكشن بتاع التو فنتريكل الدم يندفع من التو فنتريكل عندي في اللفت فنتريكل يندفع في الاورطة في الرايد فنتريكل يندفع في البلمونري ارتري بأعلى ضغط ممكن تمام؟ فبالتالي أعلى ضغط للدم يتقاس فين؟ يتقاس لحظة ال-contraction بتاعة ال-ventricles تمام؟ طبعاً بالذات ال-lift ventricle لأن ال-lift ventricle هو بيدخ الدم للجسم كله من خلال الأورطة طيب إمتى يبدأ ضغط الدم يقل؟ لما يحصل relaxation لما الدم مجرد بس إن هو يعدي من ال-atrium لل-ventricle أثناء لما ال-ventricle يتفتح علشان يستقبل الدم تمام؟ وبالتالي كل ما هنبعد عن القلب ضغط الدم المفروض إن هو بيقل كل ما بنبعد عن ال-arthres كل ما بنبعد عن القلب لدرجة إن احنا بتوصل الضغط بتاع الدم جوه الفينيولز والبلوت كابيلرز أحياناً البعيدة عن القلب 10 مليميتر HG ده رقم قليل جداً تمام؟ وبالتالي مفروض الدم إن هو لازم هيرجع بعد ما سي دخل مثلاً عند صبع رجلي الصغير وطالع تاني للقلب تمام؟ فلازم يبقى فيه حاجة تساعده إيه الحاجات اللي تساعده؟ اللي بتبقى حوالين الفينز والفالز اللي موجودة في الفينز كل دي أدوات مساعدة عشان كده بنقول إن اللي سكالت المسلز مهمة جداً إن هي تشتغل لأن أنا لما باجي أعمل contraction للمسلز دي طبعاً اللي سكالت المسلز أتمنى تكونوا فاكرينها اللي هي العضلات اللي موجودة عضلات إيدي ورجلية لما ببدأ أشغلها لما ببدأ أعمل لها contraction دي بتساعد الدم إن هو يرجع للقلب وبالتالي أنا بس كإني بساعد الدورة الدموية بتاعت إن هي تمشي بصورة ممتازمة عشان كده بنقول إن الرياضة بتحافظ على ضغط الدم وتساعد إن ضغط الدم يبقى مظبوط وتساعد إن القلب يبقى بصحة كويس لأن أنا بريح الدورة الدموية في جسم طيب الضغط بيتقاس بإيه؟ بيتقاس بالجهاز بتاعة الضغط اللي هو اسمه سفيج مومانومتر ده اسم الجهاز بتاعة الضغط اللي هو الجهاز بتاعة الزيبق اللي بنشوفه كلنا جهاز الزيبق دوت هيديك رقمين لما تيجي تسمعه يقولك مثلاً ساي ضغطك 130 على 70 إيه المية وتلاتين وإيه السبعين؟ المية وتلاتين دي اللي هي الضغط بتاعة الدم أثناء طبعاً ده الرقم اللي هو العالي ده أقوى ده أقوى ضغط للدم طيب والlower number ده بيتقاس أثناء الventricular relaxation أول لما الventricles تبدأ تتفتح عشان تستقبل الدم وهو ده المينيمم بلوت بريشر طبعاً كده كاترة بنخاف قوي من اللور بالذات لو اللور طلع عندي عالي يعني مفروض الضغط 120-80 هنقول مثلاً 130-90 إيه مقبول 140-90 لكن أول ما يعدي التسعين سايه مثلاً يبقى 95 أو 100 ده مؤشر خطر لأن ده المفروض أن القلب في حالة relaxation فتخيل القلب في حالة relaxation يبقى الضغط بتاعه عالي ده طبعاً مؤشر بيبقى مش كويس يبقى مؤشر أنه عندي مشكلة طيب الستراكتشر بتاع الجهاز الضغط سهل جداً عبارة عن الميركريك تيوب اللي هي الأنبوبة اللي فيها الزيبق والسكيل بورد الأرقام اللي بتبقى جنب الأنبوبة ديت الفكرة بتاعته إن أنا ببدأ أرفع في الزيبق وعليه قوي يعني مش بعليه قوي خالص يعني ممكن أوصل سايه لغاية 200 وابدأ إن أنا أفتح الهوى بحيث إن أنا أبدأ أسمع في السماع عندي مفروض هابدأ أسمع دقات القلب أول لما أسمع دقات القلب ده الرقم الأولاني أول لما دقات القلب يختفي الصوت بتاعها ده الرقم الثاني تعالوا نشوف الفيديو دوت البلوت بريشر طيب هو هنا بيقول لي إن البلوت بريشر هو الفورس بتاعة البلوت القوة بتاعة البلوت على الارتري وولز طبعا النورمال بريشر بيبقى محتاجينه علشان كل الأنسجة تاخد حقها من الدم يعني مثلا لو أنا سايه ضغطي واطي الواحد يحس أحيانا لو ضغطي ويتي يحس إن هو دايخ يحس إن هو تعباني يحس إن هو مهمد تمام دوت نتيجة إن الدم مش واصل بصورة كفاية والعكس صحيح لو الضغط عالي جدا ممكن لقدر الله يحصل نزيف في الأوعيات الدموية اللي موجودة في الأعضاء المختلف طيب زي ما إحنا قلنا إن البلوت بيبدأ إنها moves from high pressure قريب من القلب وكل ما بعيدنا عن القلب كل ما كان البرشر أقل الفورس of blood on the walls of the arteries ده اللي بنسميه البلوت بريشر البلوت بريشر بنحدده إزاي بكمية الدم اللي بيدخها القلب والديامتر بتاع الأرطرس طبعا كل ما الأرطرس كانت مفتوحة وما فيهاش ترصبات ونضيفة من جوه كل ما كان البرشر مصبوط تلاقوا الناس اللي مثلا عندها ترصبات لأي دهون في الأوعيات الدموية بتاعتها تلاقي ضغطها عالي أو الناس اللي عندها الأرطرس مثلا فيها تصلب تمام بتلاقي إن الضغط برضو بتاعهم بيكون عالي ده جهاز الضغط زي ما احنا قلنا بيئيس القوة بتاعت القلب وهو في الcontraction وهو في الrelaxation ويديك الرقمين الرقم الأولاني بنسميه بنسميه systolic pressure والرقم التاني اللي هو الdiastolic السيستوليك أثناء الcontraction والdiastolic أثناء relaxation طبعا بنقول إن أثناء الاسترس أثناء الغضب أثناء ممكن أحيانا الحزن أو حاجة ضيقتنا ضغط الدم طبعا ممكن إن هو يعلب صورة يعني عالية وطبعا لو ضغط الدم على طول ده معلومات ليكم يعني لو ضغط الدم إثناء على طول ولقيناه فوق ال140-90 ده معنى كده إن ده مريض ضغطه لازم يتعالج فورا طيب ده فيديو تاني بس عايزة أوريكو كده سريعا أهوت دي واحدة بتقيس الضغط قادي الفكرة هي بيبدأ يحط لها السماعة ويبدأ إليف الباندج حولين إيديها تمام ومتوصل أهو بالجهاز تمام بعد كده هيبدأ إن هو يسمع بالسماعة أهو ويبدأ يزود أهو الهواء وبعد كده يبدأ يقلله بصوا يوصل لغاية 220 وبعد كده يبدأ يقل تمام لغاية لما يسمع أول دقة قلب يبقى دي الرقم الكبير بعد كده صد الدقات يختفي يبقى هو ده الرقم الصغير تمام اللي هو الديستوليك بنقول أدي الكلام هولي إحنا قلناه إن الدكتور listens to the sound of heartbeats by the stescope اللي هي السماعة وبعد كده لما بيسمع الصوت أول صوت أول لما يسمع صوت القلب ده السيستوليك بعد كده أول لما الصوت يختفي ده الديستوليك السيستوليك أثناء الـ ventricles contraction والديستوليك أثناء الـ ventricles relaxation طبعا في شوية notes إن خلي بالك يا شباب ضغط الدم بيزيد مع الكبر السن وطبعا ممكن يوصل لمرحلة خطرة جدا لو ما تكنش تحت medical control وبنقول إن في بعض الأجهزة الجديدة اللي بدأت تنزل السوق اللي هي الأجهزة الإلكترونية على طول إن انت تروح حاطة بس مجرد الدماغة ومش محتاج إن حد يقس لك الضغط انت بتشغل الجهاز وجهاز بيقس لوحده بس طبعا الأجهزة دي ما بتبقاش دقيقة قوي زي الأجهزة اللي هي الميركريك اللي هي فيها الزيب في النهاية حابب إن أنا أشكركم جدا بشجعكم اللي ما بدأش مذاكرة ياريت إن إحنا نبدأ إن نحاول بقى نذاكر لإن الوقت بقى خلاص قرب جدا بإذن الله إحنا كده فضلنا حلقة واحدة في الـ Circulatory System ونكون خلصنا Chapter 2 بالكامل ونبدأ إن شاء الله في Chapter 3 بشكركم وإلى اللقاء